بكل مشاعر الأسى يستقبل المسيحيون والمسلمون في الأردن وفلسطين السنة الجديدة بألم وحزن شديدين حيث يواجه أهالي قطاع غزة هذه الأيام أبشع عدوان وحشي ضد الشعب الفلسطيني على أرضه عدوان يهدف لإبادة جماعية وتطهير عرقي لشعب أعزل في القطاع ويؤكد أهلنا في الأرض المقدسة على الدوام وقوفهم جنبا إلى جنب مع الأشقاء في غزة لما يواجهون من قتل وتشريد وتدمير لممتلكاتهم مستنكرين بأشد العبارات الممارسات الوحشية البربرية على أهالي غزة وما يتعرضون له من سفك للدماء وتنكيل بالمدنيين ونسف للمباني المدنية والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين قد أعلنوا إلغاء جميع فعليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بالأعياد المجيدة لهذا العام احتراما للضحايا البريئة والدماء الشهداء في غزة وعموم الأرض المقدسة مع اقتصار الاحتفالات على الصلوات والطقوس الدينية